يعني لأنك يعني ليس هذه لغة الإعلام يا أستاذ إبراهيم الإعلام بيتحدث حتى لو هناك خلاف في الرأي بلغة تانية أكثر رقي وده اللي شجع مسجع سعودي يرد عليه يرد عليه وتجاوز حقه جامد جدا لا طيب بدون تجاوز المشجع السعودي بيقوله أنت متحيز وضعيف وجاهل إعلاميا وبتضرب في الآلة عشان تحقق مشاهدة من جماهير الأهلي ده اللي قاله هذا المشجع السعودي ردا على هذا المتجاوز الكويتي اللي بين الاثنين خلينا نقف وقفة مصرية مع كل التقدير والاحترام لكل الأشقاء العرب بس مين أقول لكم أنه نحن ممكن نوافق ونقبل أنه يطلع أي زميل إعلامي في أي قناة عربية يثير لنادي الزمالك أو نادي الإسماعيل أو نادي الاتحاد لا يمكن نقبل بدأ لأنه نحن كمان لا نقفل هذا التجاوز بحق أي نادي عربي وجاهيره بالذات الأندية الشعبية اللي لها جمهور ولها مشاجعين ولها محبين لا يمكن التجاوز مش هنقدر أبدا نطلع نتكلم لا على كازمة ولا على العرب ولا على السلمية ولا على أي نادي كويتي كبير أو صغير أو حتى من الأندية الإماراتية زي ما شفنا الرجل ده اللي قاعد على المنصة بتاعة قناة عجمان وكل شوية برضو تجاوز في حق الأهلي إزاي؟ يعني إزاي يا جماعة في ظل هذا الوضع اللي الناس كلها بتتقارب مع بعضيها نلاقي فيه منصات إعلامية كل هدفها زي ما المشجع السعودي قال هدفك لفت الانتباه واكتزاب شعبية من جمهور الأهلي ومتابعة فتبدأ تسيء بهذا الشكل غير مقبول أن أنت تسيء وغير مقبول أن أنت لا تسيء للأهلي ولا للزبالك ولا لأي نادي مصري نتمنى أن الأمر يكون واضح اللي عايز يناقشه اللي عايز يعرض رأيه في المسابعة المصرية يعرضها بمنتال احترام والتأدير للأندية كلها يعرض معلومة يعرض رأيه فني يعرض رأيه اللي يقوله لكن بهذا التجاوز وبهذا الشكل ما أعتقدش أبدا أن ده مقبول ترجمة نانسي قنقر